بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حساب نهاية دالة مثلثية رقم واحد أنصح به شعبات العلوم التجربية والتقنى رياضي والرياضي للسنة الثالثة ثانوي حيث قال أحسب النهاية التالية وهي limit tangent X على 1 زائد tangent مربع X لما X يؤول إلى P على 2 بقيم أقل إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن لننطلق مباشرة إذن ركزوا هنا جيدا أبنائي وانتبهوا أرجوكم إذن نكتب هنا حساب النهاية التالية أي نهاية أبنائي إنها هذه النهاية التي أعطيت لنا لا تركزوا معي إذن عندنا ها هي العبارة انظروا جيدا تصبح تساوي لنا أولا ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الطانجونت من البسط والمقام كعام مشترك يقول أحدكم لكنها أعوذ مباشرة لو نعوذ هنا بي بي على 2 وهنا بي بي على 2 اسمعوا جيدا نحن نعلم شيء أن طانجونت X يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا سينيس X على كوس ماذا؟ كوس X لو نعوذ هنا بي بي على 2 وهنا بي على 2 وهنا بي على 2 ها هو أين يحدث المشكل المشكل أنه بي عنو كوس بي على 2 إنه سفر معنا صبح لنا هنا سفر وهذا مشكل ليس حالة عدم تعيين لكن هنا مشكل يعني قيمة ممنوعة ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة حتى تتعلموا إلى حل هذا اللغز لاحظوا أبنائي لو نأتي الآن ونقوم بهذا الأمر لاحظوا جيدا تصبح لنا نستخرج الطانجونت من البسط ومن المقام عام مشترك تصبح لنا هكذا limit tangent X في إذن وهنا هكذا كذلك المقام نستخرج منه كذلك tangent X يبقى لنا في البسط ماذا؟ يبقى لنا في البسط واحد وفي المقام ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا واحد على tangent X هكذا زائد ماذا؟ زائد tangent X لم أفعل شيء أبنائي لما X يقول إلى P على 2 بقيم أقل يتعون درجة لم أفعل شيء إلا أنه يعني هنا يمكن أن نقوم بهكذا كما فصلت في هذا المكان معناه قلت استخرج الطانجونت من البسط وطانجونت من المقام هذا الواحد لا يوجد له طانجونت تقول قاعدة إذا استخرجنا العباءة استخرجنا له من البسط نخلفه في المقام هذا هو أمام أعيدنا نشترك طانجونت X في واحد على طانجونت X يذهب هذا الطانجونت مع هذا فتبقى لنا الواحد اللي هو البداية وعندنا الطانجونت X في طانجونت X يسعينا طانجونت مربع X حتى نفهم الفكرة لما استخرجنا من هنا ومن هنا الطانجونت يمكن أن نقوم باختزالهما لما نقوم باختزالهما ماذا تصبح العبارة؟ أكيد سوف أتصبح لكم كما أشير هاكذا ركزوا أرجوكم الأمر لأنه جدا بسيط فقط إذا نصبح لنا الليميت 1 على طانجونت X زائد طانجونت X لكن نحن نعلم أن طانجونت X ها هي بماذا يمكن أن نعوضها في هذا المكان يعني ماذا تصبح تصبح لكم هاكذا تساوي لنا الليميت نضع خط الكسر هاكذا في البسط دائما واحد والمقام يصبح لنا واحد على سينيس X على كوس X لم أفعل شيء هذه سينيس على كوس عوضناها في مكان الطانجونت حتى نفهم جيدا عندنا زائد ماذا زائد طانجونت X هكذا لما قلنا X دائما ما زال يقول إلى P على إثنان بقيم أقل لكن عندنا هذا لو تلاحظوا كسر على كسرة خط الكسر الكبير ليس نقصد به هذا الذي بالأحمر لا نقصد به هنا في المقام فهذا ينقلب هذه قاعدة معروفة في الكسور فينقلب فتصبح لنا هكذا تساوي لنا المت البسط لا ننمسه اللي هو واحد أما هذا فيعكس يا أبناء افهموا هذه واحد على سينيس X على كوس X هذه تنقلب يصبح لنا واحد في كوس X على سينيس X هذه من قواعد الكسور يا أبناء أرجوكم إذن فماذا ينتج ينتج لنا هكذا تصبح لنا تساوينا كوس X على ماذا على سينيس X هكذا زائد طانجنت ماذا طانجنت X لما X يقول إلى P على 2 بقيم أقل هكذا لكن لاحظوا جيدا عند بعض الأمور المهمة عندنا أولا لاحظوا الليمت سينيس X لما X يقول إلى P على 2 هذه اللي هي سينيس 90 درجة معروفة إنها ماذا إنها صفر لا إنها واحد حذروا إنها واحد يعني سينيس إجعلوها سينيس 90 بالآل حسبة تعطيكم واحد وعندنا الليمت كوس X لما X يقول إلى P على 2 تسايننا صفر يعني إجعلوا بالآل حسبة كوس 90 تعطيكم صفر لكن بقيام أقل تصبح لكم صفر زائد بقيام أقل تعطيكم ماذا تعطينا صفر زائد يعني انتبهوا أرجوكم حتى تفهموا الفكرة جيدا هذا ماذا يعني يعني لنا هذا الأمر المت سينيس سينيس X على كوس X لما X يقول إلى P على 2 بقيام أقل تساوي لاحظوا الكوس السينيس ها هي قيمته كم إنها واحد والكوس ها هي قيمتها ب لما X يقول إلى P على 2 بقيام أقل يعني صفر زائد واحد على صفر زائد معروفة أنها زائد مالا نهاية لاحظوا نقطة نقطة حتى تفهموا جيدا أو يمكنكم أن تتخلوا على هذه كتابة تكتبوها كذا مباشرة حتى تفهموا لأن فيه الطلبة يقول لا ندرس الصفر زائد لا هي في القصر موجودة انتبهوا معنا هذا ماذا يعني يعني أن طانجنت X لما X يأول إلى P على 2 بقيام أقل ماذا تعطينا ها هي أليس هذه نفسها الطانجنت هي السينيس على الكوس نعم إذن سيئلنا ماذا سيئلنا زائد ما لنهاية إذن هنا لما نهاية لاحظوا وهنا في هذه كم لو نحسبها اركزوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تفهموا الفكرة لاحظوا إلا نأتي لمن للميت كوس X على على ماذا على السينيس X لما X قلنا يأول إلى P على 2 بقيام أقل الكوس قلنا كم الكوس قلنا إنها صفر والسينيس إنها واحد يقول أحدكم لماذا اقرأوا هنا السينيس واحد والكوس سفر أو سفر زائد بما أن السفر جاء في البسط معناه لا يهم هناك كلمة زائد فصبح سفر على واحد إنها سفر إذن هذا الجزء يذهب إلى سفر لماذا لأن عطينا هنا سفر على واحد لأن هذه كوس X على سينيس X أما الطنج تلاحظ هو سينيس X على cos يعني يفهموا جيدا لأن هنا من خواص المقلوب هو من فعلنا بناء هذه الفعلة إذن وهذا الجزء ما هي نهايته ها هي نهايته هي زائد معنية أو هي نفسها هذه نهايته كم إنها زائد معنية فتصبح لنا هكذا هنا أعطت لنا سفر وصبح لنا واحد على معنية الواحد على معنية الكل يقول واحد معنية كم إنها واحد معنية تعطي لنا زائد معنية هل هذا صحيح لا إحذار واحد معنية إنها القيمة سفر فعلت هكذا حتى لا تختار عليكم الأمور إذن واحد إنها سفر إذن نهاية هذه يعني النهائية التي تحصلنا عليها إنها تعطي لنا هنا سفر فقط أبنائي لاحظتم يعني الأمر جد جد بسيط فقط أبنائي هكذا قد أنهينا مع هذه النهاية ودائما الشيء الذي عليكم أن تعلم ه كشيء تحفظونه أن limit tangent X لما X يؤول إلى P على 2 بقيم أقل هذه يعني يحفظوها في ذاكرتكم إنها زائد ما لا نهاية وعندنا كذلك اللي هي limit tangent X لما X يؤول إلى P على 2 بقيم أكبر تعطي لكم ناقص ما لا نهاية لأن الدالة طنجنت غير معرفة عند P على 2 يعني قيم ممنوعة هذا ماذا يعني في هذه الحالة يعني هذا يصبح سبحانا X يسوئنا P على 2 مستقيم مقارب عمودي نحن نتحدث عنه الآن ليس على هذا المثال سبحانا هنا X يسوئنا P على 2 وهي 3.14 على 2 يعني 1.57 بالتقريب هذا مستقيم مقارب عمودي أما هنا يعني نعود إلى مثالنا هنا لا لا لاحظوا جيدا كيف تمت العملية بهذه الطريقة البسيطة وتابعوا نقطة نقطة الفيديو حتى تفهمون أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته